لم يترك الفساد السياسي جانبا من جوانب الحياة في العراق إلا وحوله إلى خراب وفي مقدمة ذلك للقطاع الصحي المرتبط ارتباط مباشرا بحياة الناس وأرواحهم تقرير جديد لوكالة رويترز أكد أن نظام الرعاية الصحية في العراق يعاني أزمات متعددة من بينها نقص الدواء وأعداد العاملين في الرعاية الطبية حيث يعمد الأطباء للهرب إلى الخارج بالآلاف ويقول التقرير أن الوضع الصحي يعاني خطرا جديدا مع انتشار فيروس كورونا للقاتل على الجانب الآخر من الحدود مع إيران والذي أدى إلى وفاة العشرات قبل أن تعلن السلطات في العراق ظهور المرض في البلاد خلال الثلاثين عاما الماضية تعرض العراق للتخريب بفعل الحروب والعقوبات الدولية والصراعات المتكررة لكن حتى في أوقات الاستقرار النسبي ضاعت فرص توسيع نظام الرعاية الصحية وإعادة بنائه ففي عام 2019 خصصت الحكومة 2.5% فقط لوزارة الصحة من موازنة بلغت أكثر من 100 مليار دولار وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بقطاعات أخرى كالأمن الذي خصصت له 18% وأشارت رويترز في تقريرها إلى استقالة وزير الصحة السابق على علوان معللا ذلك بالفساد الذي لا يمكن التغلب عليه وتهديدات لعمله في الوزارة وعدم إعطاء قطاع الصحة أولوية من قبل الحكومات المتعاقبة بدأ ذلك جليا في نقص المعدات الطبية والتمويل وفرق طبية مرهقة نتيجة للضغط المتواصل وقلة المراكز والمستشفيات التي تستوعب الزيادة البشرية نهيك عن الفساد وسوء الإدارة وعدم القدرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في المجال الطبي كما أن نقص الأدوية الضرورية لا سيما للأمراض المزمنة بما فيها السرطان مثل مشكلة كبيرة في ظل تجنب الشركات الدولية إبرام تعاملات مباشرة مع الحكومة بسبب الفساد فيما تمتلئ الصيدليات بالأدوية المهربة التي ربما تجاوز بعضها تاريخ الصلاحية أو أصبح استخدامها غير مأمون للعواقب بينما يقف مصنعان كبيران في سامراء والموصل شاهدين على مدى الانحطاط الذي حل بالقطاع الصحي بعد أن كان في السابق موضع حسد وإعجاب دول المنطقة والمنظمات الدولية